موسيقى 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 بسم الله والابن والروح الكدس الالهي الواحد تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل قوانه لظهره دور كلها أمين نستكمل الموضوع اللي بدأناه المرة اللي فاتت وكلنا وصلنا لغاية نياحة البابا كيرولوس الأول عمود الدين أو عمود الإيمان هذه الشخصية العظيمة الفزة في تاريخ المسيحية كلها ليس في مصر فقط ولكن في كل أنحاء العالم العظماء العظماء بتاعتهم لم تأتي من فراغ وتاريخهم هو تاريخ جهدهم وجهدهم ألمهم زي ما قال ربني صلى المسيح القديس بولوس سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي نحن بنعظمهم دلوقتي لكن كتير من الادسين في حياتهم لاقوا شدائد ومتاعب كثيرة والبابا كيرولوس الأول كان من هؤلاء رغم أن ربنا حباه بمواهب فريدة على مستوى البشرية كلها الدال صفاء روحي وبصيرة روحانية يقدر يفسر بها الكتاب بعمل الروح القدس فيه القدرة على التعليم والشرح والإقناع استصمر هذه المواهب وهذه العطايا الإلهية لخدمة الله كنيسته في الفترة الأخيرة من حياته عانى من جهاده في مقاومة بدعة نصور وبعد مجمع أفاسوس رغم أن نتحكم على نصور لكن استمر العناء بسبب بعض الشرقيين اللي كان لهم أسليب في المراوغة وعدم الاستقامة بل والتزوير والتأويل والإدعاء على القديس كرولوس في أمور عديدة خليت عانى منها طول حياته بقية حياته لكن الله دائما يحاول الشر إلى خير فكل ما كانوا يدعوا عليه أقوال لم يقولها وأفعال لم يفعلها وتعليم لم يقبلها فكان بيضطر يشرح بتفصيل أكتر وبعمق أكبر فكل هذه الشرحات أصبحت رصيد سمين في الكنيسة المقدسة من أكتر الحاجات اللي عانى منها البابا كرولوس الإدعاء الكاذب الخاص بمصالحة ربعمية تلاتة وتلاتين زي ما قلنا أن مجموعة الأسقف الشرقيين بقيادة يحن الأنطاقي وبزعامة سؤدريتوس أسقف كورش كانوا عايزين بيطلبوا أن القديس كرولوس يتنازل عن كتاباته وأقواله ولا السيام البنود لـ 12 عشان يبقى فيه تصالح وما يتحرموش من الشركة ده هم اللي محرومين كانوا محرومين المجمع حكم عليهم ولكن بسبب خوفهم من سلطة الإمبراطور وسلطة المجمع المسكوني اضطروا أنهم يوقعوا على قرارات مجمع أفاسوس ربعمية واحدة وتلاتين وقبلهم القديس كرولوس كممثل لمجمع أفاسوس في الشركة إلا أنهم بالإدعاءات الكاذبة أشاعوا وأزاعوا أنهم تصلحوا بناء على أن القديس كرولوس بالفعل غير شرحه للبنود الـ 12 وأن تم الاتفاق على صيغة إيمانية جديدة تقرب الطبيعتين أيدها وقابلها القديس كرولوس وبدأوا يشيعوا الكلام ده كتير القديس كرولوس في البداية ما كانش يمسدق لكن لما تيقن بدأ يشرح ويقول صراحة ويعلن إيمانه بالطبيعة الواحدة للإله الكلمة المتجسد ولما بنقول طبيعة واحدة لا نعني الطبيعة اللهتية فقط ولا الطبيعة النسطية فقط ولكنها الطبيعة التي تحوي كل خصائص الطبيعتين حيث أنه كامل في لهوته وكامل في نسوته وكتب خمس رسائل على ما أتذكر رسالتين لساكسينسوس وفاليريان وأولوجيوس وأكاكيوس فيه اتنين منهم خدوا رسالتين يبقى ايه أربعة وفيه واحد منهم اتبعت له رسالة أو مش متذكر ما هم هم خمس ايه رسائل خلق دونيين لغاية يومنا هذا ما زالوا يدعوا إن فيه سيغة للمصلحة وإن الرسالة الخمسة ديت وفي سنة ربعمية خمسة وثلاثين حدت سيغة ايمانية بالفعل حدت فيها الايمان بالطبيعة الوحدة أما الادعاء بأنه قبل سيغة أو بيان ايماني رد عليه صراحة مش احنا اللي بنستمتك ده القديس كورولوس بنفسه اللي بيقول أنه لم يطلب مننا أحد بيانا جديدا للإيمان ولم نقبل بيانا صاغه آخرون مين اللي بيقول كده البابا كورولوس نفسه مع الادعاء إن هم يدعوا هذا الكلام بدأ يبقى فيه نوع من التآمر حتى في حياة البابا كورولوس إن هم يرسموا أسقفة لهم نفس الاتجاه والفكر وكان أكبر مثال لذلك المرة اللي فاتت قلنا رسموا مين هيبة اللي هو بعد مياحة ترابولا مطران الرهى الرجل القديس اللي كان بيقاوم هيبة فللأسف يوحن الأنطاق يرسم هيبة مع إنه كتب رسالة ضد البابا كورولوس يتهم فيها أنه كان أبو لناري وبعد كده تاب وقبل صيغة إيمانية جديدة تقر بالطبعتين وكان ينتقد مجمع أفاسس ده مين اللي كده ده هيبة ورغم كده يوحن الأنطاقي رسمه أسقف على الرهى مات يوحن الأنطاقي سنة كام ربعمية اتنين واربعين مظبوط مين جيب داله قول ما تخافش دمنه صح كان ابن أخته شخصيته ضعيفة فسودوريتوس جابه ورسمه طريقة غير مشروعة أو نصبه بطرق لكن كان مين المتحكم فيه سودوريتوس وكان عمله بقى مكان كده مقر عنده والشورة شرطه والأولى قلته وكان دمنوس لما يجي نديه يقول له يا أبي صح طب انتم مذكرين من ورايه يعني دمنوس بقى مين كان جيب بعد البابا كيرولوس القديس البابا قديس كوروس فورس الوضع ده الحقيقة بعد ان يحت البابا كيرولوس بدأوا ينشروا الادعاءات الخاصة بمصالحة 433 أكتر لأن في حيات البابا كيرولوس كان برضو هو موجود وبيرد لكن رحل دلوقتي فيقوله واللي يقول غير كده كأنه هو المختلف مع البابا كيرولوس يعني كان يعتبر البابا ديس كوروس مش ماشي على خط البابا كيرولوس مختلف عنه مختلف ايه عنه لكن مين اللي ماشي زيه هم بناء على ايه على الصيغة اللي بيدعوها مصالحة 433 بدأوا برضو كل مكان يفضل يرسموا في حد له نفس الفكر رسموا ناس عديدين اشهرهم مين اكيد واحد مش هتنسوه يعني لا مزبوط كان واحد كنت كنت دي ردبة ردبة في الجيش وكان حلو شكله ايه دي اللي فاكرينها كويس انتم اه كان متجوز اتنين قبل كده فطبعا اه بدأوا ينصروا الوضع ده اكتر فالبابا دي سكوروس بدأ بالسلام ايه بعت لديبنس يقولوا اللي بيحصل ده ما ينفعش ازاي ترسم ريناوس رسمته غير شرعية وبعدين يكتبوا كتابات ضد تعاليم البابا كيرولوس يكلموا البابا دي سكوروس احيانا بكلام كويس لكن يعملوا ايه عكسه وفي احيان اخرى يقولوا لا احنا مشينا على الاتفاقية اتفاقية ايه مصالحة ربعمائة تلاتة وتلاتين طبعا البابا دي سكوروس رافضها تماما رافض الاكرار بهذا الوضع على الاطلاق الموضوع عمال يزيد ويتطور لان الشرق كان فيه ناس ارثوزوكس كتير ما كانش الكل كده فكل الناس الارثوزوكس دول كانوا ييجوا يشتقوا للبابا دي سكوروس لدرجة وصل الامر بيهم بسعودريت السودمنوس ان بدأوا يتطهدوا الارثوزوكس ويعزلوهم من مناصبهم ويرسموا بدلهم ناس لهم فكر نصطوري الناس بدأت تشتك كتير والبابا دي سكوروس يحاول معاهم مفيش فايدة سودوريتس كتب كتاب او كتب يعني كتابات ينقض فيها البنود الاثناشر بتاع البابا كيرولوس وبدأوا عشان ما يجيبوش اقوال نصطور مباشرة يجيبو تعليم معلمي نصطور وينشروها ويعلموا بيها باعتبار ان ما كانش بحكم عليهم لسه او ماتوا ما كانش بحكم عليهم لكن مفروض مجمع عفص لما حكم على نصطور حكم على فكر فالفكر دي يبقى محكم عليه سواء سابقا او لاحقا وسودوريتس عامل زي المكوك وبدأ يبقى فيه مخالفات اخلاقية ومادية لان بيجيبو ناس غير مؤهلين المؤهل الوحيد فيهم ان ماشيين بحسب الفكر بتاعهم لكن لا يصلحوا للرتب والدرجات الكهنتية بابا دي سكورس تعب معاهم مين كان بيساعد البابا دي سكورس في محاربة هذا الانتشار الشرير للفكر النصطوري كان اطاخي فلما الريحة بدأت تفوح والناس تضج اطاخي كان ليه واحد قريبه في البلاط الامبراطوري كان ابنه الروحي اسمه كريسيفيوس الخريسيفيوس مش هقول لكم اسمها عشان ما تضلغبطوش بس يعني ايه اطاخي اطاخي بقدرته للوصول للامبراطور استذر امر من الامبراطور بحرق كل الكتابات اللي تطلع تكون مقاومة لمجمع افاسس والقديس كيرولوس كل الافكار النصرية اللي ضد مجمع افاسس والقديس ايه كيرولوس تصادر وتحرق دي اول خبطة جات عن طريق مين اطاخي سقدريتوس مش ساكت عمال داخل خارج ويروح وينشر التعليم فاطاخي بسلطه بالامبراطور ويقدر يصل اليه ويبلغه فالامبراطور اصدر امر اولا بعزل ايريناوس عزل ايريناوس عارفين ايريناوس صبعا اللي هو ايه اه عشان تفتكروا يعني وامر بان ساودوريتوس يلتزم حدود ابروشيتو ما يدخلش انطاقيا يعني ما يتحركش في المنطقة كتير فلاقوا الخناق عمال يديق عليهم بقوا مش طيقين مين اطاخي وطبعا البابا دي سكورس اولا جي كان اسقف الكوستنطينية كان ماكسيميانوس الاول اللي ترسم بدل نصور مات انطقل جي واحد بدله اسمه بروكلس ورحل انطقيا قريبة من الكوستنطينية فبنفوزهم في المنطقة رشحوا حد او جابوا حد اسمه فليبيانوس ماشي في الفكرة معهم لكن مين اكتر واحد متغاز بالتديق اللي عليهم دوت سوودوريتوس فقعد بقى عمال يعني فكره شغال فخد بعضه وطلع على قسقف روما كان زمان في واحد اسمه كليستين كان صديق للبابا كورولوس اتنيح جي بعد منه واحد اسمه لاون مختلف تماما عارفين زي رابولة وهيبة كده لو ان ده كان شخصية مختلفة تماما عن كليستين فسوودوريتوس رحله كده وخد معاه حشوية هدايا للتقوية الروابط ما بينهم وقابله وسوودوريتوس وجه له احترام غير عادي قعد ينفغ فيه انت مفروض انت خليفة القديس بطرس الرسول بطرس الرسول ده يعني الرئيس الرسل كلهم مكانش لسه فيه رئاسة ايه بطرس الحاجات دي مين اللي حطاه في دماغه سوودوريتوس زمان لما كان القديس بولس بيبشر وكان ويحب تظهر اي مشكلة كان يروحه عند بطرس ياخده منه الحل وما هي هتحصل مشكلة في الكنيسة او حيرة في اي امر يروحه للقديس بطرس ياخده منه الايه الحل فانت خليفة بطرس الرسول واللي تقوله لازم يمشي على الايه على الكل الكلام جاي على هاوة مين جاي على هاوة لاوة هو يقول وده ايه منسجم ومبسوط كلام كويس كلام كويس يعني ازاي وانت ليك المكانة دي كلها وانت خليفة ماري بطرس الرسول تسيب خليفة ماري مرقص طيح فينا كده ده القديس ماري مرقص ذا كان تلميس بطرس مين اللي يخضع للتاني كلام ايه ماشي وعملين يعلموا تعليم مش مزبوطة طيب انت شايف ايه يعني انا بصراحة شايف ان حضرتك تب تب وصيقة ايمانية كل الكنايس سلتزم بيها بما انك خليفة ايه ماري مرقص فيما يخص الايمان بتجسد ربنا يسوع المسيح طبعا بتعرمها ما كانوش لهوتين قوي لكن الكلام جاي على هوا مين هوا لاون ليه ما يتبقاش فيه وصيقة زي كده قال له نفكر قال له لا ده ممكن واحنا عادي نعمل نكتبها دلوقتي يعني ايه رأيك مثلا نقول كذا 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 معقول كويس طيب قاعد يكتبوا ايه وصيقة ايمانية اللي هي تعرف فيما بعد بطومس ايه لاون مين اللي كاتبها سوقدوريتوس فبعد ما كتبوها ايه رأيك في كده قالوا لا دي ممتازة يعني عجباك قال له ايه قال له خلاص دي بتاعتك دي بايه بتاعتك انت اللي كاتبها او انت اللي ايه عاملها لابد كل الكنايس تلتزم ايه بيها في الوقت ده سوقدوريتوس كان عمال بقى يعمل كومبينا يتواصل مع بعض الاسقفة اللي ممكن يتجاوبوا معاه ومش الاسقفة وبس والاراخنة كبار القوم يعني يحاول يستقطبهم فدلوقتي ضمن مين معالف الاول لاون وفي الليبيانوس اسقف القسطنطينية واستغل ايضا بولخاريا اخت ايه الامبراطور لانه كانوا فيه سوق فهم معاهم يعني ممكن نبقى نقوله ببعض شوية وفي بعض الاراخنة واحد اسمه اناتوليوس بدأ يعمل تربيطة معاهم وفيه اسقف تاني برضو نفس طبيعة سودوريوس اسمه وسابيوس بعد كده رجع راح عمل كتاب اسم الشحات ورح كتب فيه عن اطاخي لم يذكروا بالاسم ولكن كل الاوصاف جاية ايه عليه ان حد بيقول بالطبيعة الوحدة يعني بيقول ان المسيح طبيعة لهوتية وان الناسوت كان زي نقطة خل تحطت في البحر يجرى لها ايه تتلاشى الناسوت بالنسبة للهوت زي نقطة الخل فين في البحر او المحيط وقعد يقول كلام كتير طبعا كلام اللي يؤمن به غلط بالفعل نفس اللي كان بيقوله على البابا كيرولوس بس ما يقدرش هو على البابا كيرولوس البابا كيرولوس كان بيرد ويشرح يعني في رسالة كان البابا كيرولوس بعتها لساكسينسوس بيفنت فيها كل الادعاءات او الاتهامات ان البابا كيرولوس ابوليناري وانه مش عارف ايه وايه وايه بدأ يرد على كل حاجة المرة دي موجهها المين لقطاخي مرضيش يعملها في البابا دي سكوروس لانه برضو مش هيقدر البابا دي سكوروس ممكن ايه يرد اطاخي عنده غيرة على الايمان لكن لما بيكتبش ما لوش كتابات ما بيوعزش ما بيعلمش راجل ناسك والناس بتبص له ان راجل زهد في الدنيا وقديس وما كانش دي موهبته ان لا يوعز ولا يعلم ولا يكتب ولكن كانوا متمسك بايمان الاباء الاورثوزوكس لما كتب الكتاب دوت ونشره كل اللي يقراه يفهم ايه دا دا اطاخي بيقول كده دا يبقى هارتوقي راحوا في الدرة خلف لبيانس واسابيس اسكوف دريليوم عملوا مجمع مكاني سنة ربعمية تمانية واربعين لمحاكمة ايه اطاخي ايه التهمة بتاعته انه لا يقر بالطبعتين ولا يقر بصيغة المصلحة بتاعت ربعمية تلاتة وتلاتين فهم قالوا ان نخلص من اطاخي نضرب عصفرين بحجر نخلص منه وفي نفس الوقت بصورة طانونية نعلن ونسبت الادعاء اللي هم بيقولوه كأنه ايه حقيقة انه بيرفض ويقارد القديس كورولوس في مصلحته ربعمية تلاتة وتلاتين كأن مين اللي ضد كورولوس اطاخي وهم كأنه اعداء البابا كورولوس كأنهم حبيبه ويتهموا حبيبه او المخلصين ليه انهم اللي ضده فبغيبه عن الكنائس الاخرى في مجمع مكاني بعطوا لقطاخي كانش عايز يروح المهم راح اما جي كلموه في الايمان قال لهم ان كتب ايماني فرقها اقراها قالوا لا ما تقراش لان لو ارى كاتب ايمان سليم انه بيؤمن بايمان نقية وافسس يبقى بالتالي اللي الدعاء اللي بيدعوه عليه بقوا كذبين فهم عايزين بنعمل مروغة في الكلام يعني على اساس يدعوا عليه او يوقعوا في الكلام كان مين اللي بيقود الحوار اسابيس اسكوف دوريليوم وده شرير قوي لا يقل في شره عن سقدوريتوس سقدوريتوس كان عدوه البابا كيرولوس البابا دي اسكورس اسابيس زاعده البابا دي اسكورس فالمهم جابوا قطاخي انت ما بتؤمنش بالطبعتين قال لا ما بأمنش بالطبعتين بأمن بطبيعة واحدة يعني بتنكر التجسد لا المسيح تجسد تنكر انه خد طبيعتنا قال لهم لا ما خد طبيعة امه شوف هو بقسط في الكلام ازاي خد طبيعة ايه امه خلاص يبقى طبيعتين قال لهم لا الاباء ما قالوش كده الاباء قالوا طبيعة ايه واحدة لكن هو كامل في لهوته وكامل في ناسوته ما هو لو قلت طبيعة واحدة تبقى كنك بتنكر الناسوت قال لهم لا الاباء قالوا طبيعة واحدة يعني ما خدش قال لهم خد خلاص يبقى انت كده احرم اللي بيقولوا ان المسيح طبيعة واحدة هم عندهم اللي يقول طبيعة واحدة كأنه ينكر الناسوت يعني احرم اللي بيقولوا طبيعة واحدة قال لهم ما قدرش احرم ابائي احرم ابائي احرم البابا كرولوس البابا أساناسيوس احرم ابائي ازاي المهم حكموا على اطاخي بالايه بالحرب اطاخي لما حكموا عليه وعزلوه بعد تظلم للبابا ديس كورس ولو نقص افروما وللامبراطور للنفوج في حيثيات الحكم او اعمال المجمع المكاني ان حصل تزوير في اقواله هو مفروض رفض ان يقول في طبعتين لكن ما انقرش الناسوت ما انقرش ان المسيح له المجد كامل في ناسوته فلا ان فيه تلاعب وتزوير في اقواله وهو كان بسيط فبعد تظلم للامبراطور في الوقت ده في ليبيانوس ووسابيوس مجرد مصدر الحكم من مجمع مكاني اولا ده مجمع مكاني فحاجة تخص الايمان ما يخص الايمان لازم يبقى مجمع مسكوني لكن لو شئ سلوكي او اداري يتحكم عليه مكاني في ليبيانوس ووسابيوس بعتوا الحكم لأسقف انطاقيا ولأسقف روما لكن ما بعتهوش لا للبابا دي سكوروس ولا استاسيوس يعني اللي شوفوهم هم ارثوزوكس ما يبعتوا لهامش اوتاخي اتظلم للامبراطور وطعن بالتزوير الامبراطور كان راجل طيب وطقي رغم انه بيحب اطاخي ويصق فيه ما رفعش الحكم من عليه لكن ماشي رسمي لان ما كانش بيتعدى الكهنوت طالما في مجمع حتى لو مجمع مكاني حكم عليه مش انا اللي ايه اللي هفيده لازم مجمع هو اللي ايه نعمل فانت بتشكي من ايه قال زوروا اقوالي وزوروا في اعمال المجمع فالامبراطور بطريقة اجرائية قانونية سليمة شك اللجنة من بعض الاساقفة لدراسة وفحص اعمال مجمع الكوستنطينية اربعمائة تمانية واربعين المكان ويشوفوا هل اللي قالوا اللي بيدعيه او بيشتكي منه اطاخي صحيح ولا مش صحيح اللجنة خدت وقتها وجابت اعمال المجمع وفحصوا جلسة بجلسة كل الاقوال وبالفعل ثابت التزوير وتأكدوا ان كلام اطاخي كان ايه حصل تزوير مين خجل جدا ومبقاش يعني عادر يودي وشه لحد في لبيانوس اسقف الكوستنطينية اللي هم اتصحبوا عليه وخدوا معاهم وصدروه في هذا الامر في لبيانوس لما لقى وضعه محرج قوي وانه تثبت عليه انه فيه تزوير حصل راح قدم استقلته للامبراطور انا يعني بطلب استقلته انه بقى بترك للكوستنطينية الامبراطور رفض الاستقالة قاله لا ده مش من اختصاصي مش من اختصاصي ان اعين واعزل اسقف ده من اختصاص الايه المجمع فالامبراطور طلب او اصدر امر بعقد مجمع مسكونين انه انعقد كان في سنة ربعمية تسعة واربعين في افسوس وعمل حاجة اجراء جديد عشان يضمن الحيادية وان الامور ما تتخدش بطريقة شخصية خلى رئاسة المجمع سلاسية يعني مجمع افسوس الاول اللي هو ربعمية واحد وثلاثين كان برئاسة مين البابا كرولوس مجمع الكسطنطنية تلتمية واحد وثمانين كان برئاسة مين انا مدتها الكوش جي بس بس قال بقى الكسطنطنية تلتمية واحد وثمانين كان برئاسة مين عارفين لو ما قلتوش مش مش بنقول المية وخمسين بمندية القسطنطنية كان برئاسة مين قول يا البابا تموساوس شاطر انت مكنيس ايه العدرة ومارلوقة لا شاطرين بتوع العدرة ومارلوقة النهاردة مين اللي قال طب انا ما سمعت ان شاء الله انت منين لا بتوع العدرة ومارلوقة هم اللي كذب فرحنا الامبراطور بحكمته خلى رئاسة المجمع ثلاثية اولا البابا دي سكورس اتنين يوبيناليوس اسقف ارشاليم تلاتة تلاسيوس اسقف قيصرية يبقى البابا دي سكورس ويوبيناليوس اسقف ارشاليم وتلاسيوس اسقف ايه قيصرية وحدد معاد المجمع وتم اني انعكد في سنة ربعمية تسعة واربعين المجمع دو اولا سبب فحص تظل مطاخي وبسبب البلبلة اللي حصل من اللي ظلموا قطاخي لانه بيدعوا تعاليم مش مزبوطة او بيشيعوا تعاليم مش مزبوطة المجمع انعقد بالرئاسة السلسية والامبراطور اصدر امر بعدم حضور اشر اتنين كانوا اتنين اشرار اوي ما قال دول ما يحضروش الا لو المجمع احتاج يجيبهم لكن ما يجوش غير بأمر من من لو كان في احتياج ليهم طب ليه رغم انهم هيتحكموا لان اخطأهم كانت ظاهرة اوي عارفين الكتاب لو يقول خطايا بعض الناس ظاهرة تتقدمهم الى القضاء فليهم كتابات وتصرفات وبعضهم لو محاكمات سابقة يعني مش اول ايه محاكمة يعني هم مين بقى الاتنين اللي قال لهم بصفة خاصة سودوريتوس ومين تاني اوسابيوس اوسكوف دوريليم دول بصفة خاصة يعني المجمع انعقد ووطاخ حضر تعال يا اوطاخ انت بتؤمن بايه فقال ايمان كورسزوكسي مظبوط قالوا واراء قرأوا ونطقوا فالاباء رؤساء المجمع المجمع كان فيه حوالي مية وثلاثين اصف قالوا حد عنده اعتراض لامان اوطاخ اللي قالوا فالكل قال لا ايمان ارسوكسي سليم ايمان ارسوكسي سليم طيب اللي كانوا بيتهموه بيقولوا عليه بقى فليبيانوس وغيره فانتو بتؤمنوا بايه فقالوا بطبعتين فليبيانوس قال ايه بطبعتين اولا البابا دي اسكورس قال ده مش نصور واحد بقى ده فينا سطرة كتير انا مش ادخل مش اخد ودي كتير معاك يا ولاد في التفاصيل المجامع عشان اقدر اغطل كل الاحداث كلها لكن الخلاصة فليبيانوس اعلن ايمانه بالطبعتين ولم يرد ان يتراجع متمسك بايمانه بالايه بالطبعتين فاتحكم عليه اولا ايريناوس كان محكم عليه اصلا الامبراطور عزله رسامته غير شرعية هي با كان حصل ان الناس اشتكوه وقطاخ قدر يوصلهم للامبراطور والامبراطور شكل لجنة التحقيق اتحقق معاه في محاكمتين من ضمنهم واحدة في بيروت عند استاسيوس وكان مخلفاته واضحة وصريحة والرسالة اللي اهان فيها البابا كيرولوس مكتوبة ومزبوطة فاتحكم عليه فاتحكم على كل العصابة الشريرة ديمنوس وهيبة وسودوريتوس وأوسابيوس وكل اللي كان عليهم مخلفات واضحة وصريحة كان لو بعت منضوبين في المجمع دوت ومعهم الرسالة كان الفاكرين الرسالة الصيغة اللي كان كتبها سودوريتوس لون كان بعتها لفليبيانوس بعتها لفليبيانوس عشان على اساسها يحكم على اطاخ وعلى اي حد تاني فبعتها للمجمع فرسل لاون قالوا معنا رسالة من لاون اسكوف روما البابا ديسكورس قال لتقرأ رسالة اخينا لاون تقرأ رسالة ايه فاللي مسكين السكرتاريا السكرتاريا او الكتبة قالوا لسه في مكتبات للملك موجودة ما تقردش فأجلوها حصل مرتين الوحيد في التلات رؤساء بتوع المجمع طلب ان تقرأ رسالة لاون ويأجلوها البقيين وما تقردش واتضح ان هما كانوا بيأجلوها لان لو كانت تقرد كان لون هيتحكم عليه لان فيها كل فكر نصور صراحة فما حبوش في غيابه كمان انه يحصل ايه حاجة المهم كل مجمع الشر دوت اتحكم عليهم وحصل هدوء وسلام في الكنيسة الادعاة وقفت والاتهدات وقفت وبدأ الناس تشم نفسها وتعيش في السلام وهدوء سؤدوريتوس وأسابيوس اول لما اتحكم عليهم خدوا بعضهم وراحوا على مين على لاون يرديك كده يتحكم علينا سايب اسقف اسكندرية طايح فينا فرح لا لاون بطريقة غير شرعية غير قانونية اعطى الحل والشركة لسؤدوريتوس وسابيوس فاكرين لما البابا كورولوس قوله اما بعتوله قالوله في ناس كان حرامهم مكسيميانوس حللهم مرديش البابا دي سكوروس رغم انه كان يحب اطاقي وياسك فيه لما اتحرم ما احلوش غير لبن مجمع لكن لاون خالف كل الاعراف والقوانين واعطى الحل لسؤدوريت سؤسابيوس وخلاهم معهنا وبعت رسالة لفليبيانوس وبدأ يتواصلوا مع بعض وحمية غضب لاون وبعت للامبراطور يطلبوا بإلغاء كل ما تم في مجمع قفص بما اني خليفة ماري بطرس الرسول طبعا النعرة ديت ما تقالتش قبل كده والعمرها تقالت والامبراطور عارف كل الاجراءات اللي تمت فيعني لا حق له فيما يقول يعني فالامبراطور رفض فاكر لما هيهدد هيعني الناس هتستجيب فبدأ يوطي الصوت شوية يقول له الإيمان اللي بينشره مخالف لإيمان نقية الامبراطور شايف وعارف إن الإيمان أرث زوكسي ومفيش أي مخالفات لأ ما فيش فايدة فراح للامبراطور الغربي خلي بالكو كان امبراطور الشرق وامبراطور الغرب قريب عيلا واحدة حكم الشرق والغرب فكان امبراطور الغرب متجوز بنت الامبراطور سؤدوسيوس وامبراطور الشرق وفي نفس الوقت يبدو كان بنت خالته فراح لو يبكي للأسرة المالكة في الغرب في روما للامبراطور وامراته وامر ويحكي لهم ان ناس الظلمت جور وظلم والامان بينتهك والامبراطور سؤدوسيوس يعني مش عايز يعني ايه يستجيب لي ويعيط يعيط جامد قوي اما اتكلم مع اخرين كان كده لكن اناك عايت فالمهم بعت الامبراطور بعت لحما كان في مقام ابوه وبنته بعتتله وحمات بنته بعتتله يترجوه ياريت يعني ايه تريح لون وبيشك ان فيه ناس الظلمت عندك فياريت الظلم ده يترفع يرفع الظلم اللي حصل فالامبراطور ان طوله في كل حاجة وعلى دراية بالتفاصيل طيب خاطرهم وطمنهم قال لهم تأكدوا ان مفيش ظلم حدث وتأكدوا ان الايمان المسيحي في غاية الكمال ولم يمس وان كل شيء واجراء تم تم بحق وعد فلما قال لهم كده اقتنعوا طبعا بكلام مين ابوهم او يعني الامبراطور لون طبعا مولع نار فقعد يتبع اسليب عالمية فعن طريق سؤدوريت السؤوسابيوس يعرف مين اللي مش متوافقين مع الامبراطور في المبلغ في الامبراطورية الشرقية مين اللي مش معه سياسه وبدأ يبعت لهم يهيجهم على مين على الامبراطور وكان ساعتها مين كان مختلف مع الامبراطور اخته اسمها ابو الخارية وكان اخوها حاكم عليها فيه بيقولوا ان هي كانت نظرة البطولية لا دي كانت في الدير كنوع من اجراء تأديبي طبعا فيه حاجات ما احبش اقولها في المحاضرة كده لان كان فيه يعني سلوك مش كويس حصل فحكم عليها كنوع من الحبس بس لانها من الاسرة الملكة فانها تقعد فين في دير للرهيبات فبدأ يستعطفها ويتكلمها على اساس عارف انها ايه اه متغازة من اخوها يعني ويحاول يقلب الدنيا عليه محدش مستجيب خالص لكن الحقيقة مرت سنة كلام مجمع عافظ كان ربعمية تسعة واربعين في سنة ربعمية وخمسين الامبراطور طبعا ما كانش صغير في السن فوقع من على الحصان وهو في السن دوت فالوقع اثرت عليه فمات ولم يكن له وريس هو كان خلب بنات لكن ما عندوش ايه ولد وكان شرط اللي يارس الحكم يكون ابن زكر وكان فيه اتفاق بين مملكة الشرق والغرب لانهم قريب ان لما حد الكرسي يخلى ما ياخدش شرعيته الا باعتراف الامبراطور الاخر يعني لو كرسي الشرق فضي اللي يجلس عليه ياخد شرعيته باعتراف مين والعكس صحيح عشان يضمنوا ان ما يخرج شبرة يعد فبنورد منطقة للامبراطور مين تحررت بالخارية ثابت الدير وخرجت وبعت اتجابة الشخص اللي كان ممنوع يدخل القسطنطينية واحد اسمه مارقيان اللي هو كان فيه يعني السلوك مش كويس حصل وكان الامبراطور سودوسيوس كان اذر امر لو دخل القسطنطينية موتا يموت مين هو مارقيان فراحت جابته واتجوزته وبقى هو الايه الامبراطور واتكلوا على لون ان يلين قلب الامبراطور بتاع الغرب عشان ما يرفضهمش لانه مين اللي له حق الاعتراض امبراطور الغرب فعشان يشوفوا مين اللي تأثير عليه لون فاحنا نراضي ايه لون انت كنت عايز ايه لون كان عايز يعقد مجمع يلغي بيه اللي حصل في افاسس وان المجمع داي بقى في ايطاليا ومتحمس اوي ف مارقيان وبالخارية فكروا كده وقالوا لا اتبوا في ايطاليا ليه واحنا شوية ده المجمع كلها نعقد ايه هنا دي فرصة نرسخ بيها حكمنا ونظهر اهتمامنا بالشأن الكنسي ونعمله في الشرق عندنا هنا فقالوا اللون يتعمل هنا قالوا لهم لا هناك قالوا له هنا قالوا خلاص بلاش يكفي بأمر مني هدي حل اللي كانوا اتظلموا وأحكم على اللي ظلموه اد نفسه صلاحية بيقول هو خليفة بطرس بطرس الرسول نفسه ما يعملش كده لو بطرس الرسول ليس له هذه الصلاحية مع بقية الرسل فطبعا ما وفقه على كده قالوا له لا المجمع ينعقد فين في الشرق بس شوف انت عايز ايه وهنعمله لك هينعقد هنا بس بشرط هننفذ لك كل اللي انت ايه عايز ماشي طيب اول حاجة الطمس بتاعي ده اللي انا كادبه هو اللي كادبه بس هو بقى ايه بتاعه ما صدري سأل له خلاص يبقى بتاعك انت اللي كادب يا كل الكنيس في العالم كله يبقى هو ده وثيقة الامان بتاعها كل يؤمن به اتنين كل الناس اللي اتظلموا وتركوا كراسيهم بعمر مني يرجعوا ايه لكراسيهم تلاتة اطاخي يتنفي ينفى طب ومال المجمع هينعقد ليه بقى القرارات ايه متاخدة ماشي ماشي يا لون في مقابل ايه بقى زبط لنا بقى الدنيا مع مين بالانتينيان هناك ان يعني ايه ما الدنيا تمشي كويس يعني فرحوا اغدين اطاخي ونفو بدون محاكمة بدون اي حاجة محد استسأله في ايمان التهم بايه اه ان نقطة خل وقعت في البحر تلاشت مين اللي قال كده الكلام اللي قال سؤدوريتوس زي ما قالوا على البابا كرولوس قبل كده لكن اطاخي ما كانش لا كتب ولا قال حاجة ما فيش حاجة مزبطة على الاقل ما كانش في حاجة ايه مزبطة سؤدوريتوس وسابيوس بدأ يبقوا في الشركة في اللي بيانوس كان مات في الفترة دهيت في اللي بيانوس قصة في القسطنطنية مات في الفترة دهيت وترسم واحد بداله اسمه اناطوليوس بعد مجمع افاسوس لما اتحكم على فليبيانوس ف سؤدوريتوس يرجع وهيبة و فليبيانوس طبعا اذا كان مات يجيبه رفاته ويعملو كأنه قديس ماشي ديمنوس اللي هو كان بترك انطاقيا ده هو اصلا مالوش في الادارة وفي الحاجات ده هي ما بصش لحاجة وقعد في الدير كمل حياته في الدير زي ما زي ما كان قبل ما ياخد سؤدوريتوس وبدأ وبدأ مرقيانه بالخرية يعلنوا في كل الكنيس ان فيه مجمع بس انا عايز اقول لكم على حاجة مين اللي وراء المجمع دوت بالفعل في حاجة ما قلت لها الكوش لون في الاول طالب بمجمع وكذا وبعد كذا سكت اول لما الامبراطور سؤدوسيوس مات مين كان مقوه علاقته بالخارية وبالناس الارستقراطيين في المنطقة وبالناس دي كلها سؤدوريتوس فكان مصاحب واحد اسمه اناطوليوس من الناس المناصب العالية قال له بلغ الامبراطور يهم المجمع في الشرق هم ونفذوا ايه كلام فبدأ يعلنوا ان في مجمع بس كان اتفقوا مع لاون اشترطوا ان لازم نتيجة المجمع تبقى مضمونة من قبل ما ينعقد لانه بيخاف من مين من البابا دي اسكورس فلازم قبل ايهم ايهم تعالى عايزينك وقع على الايه الصيغة ده هيت والعين الحمر ايه بصالوا يعني كده حاضر وراح ايه جابوهم واحد واحد كده وفضلوا ايه يوقعوا ضمنوا ان في مجموعة كبيرة وقعت فبدأوا بقى يحددوا معاد المجمع وييجوا تباعا فبعتوا يستدعوا نصور كان فين نصور في الوقت ده في مصر فين في اخميم فين حتى في المكان اللي فيه الان باشنود رئيس المتوحدين فبعتوا يجبوهم القرار لما جي او معاد جي للبابا دي ستعجب المجمع ده ليه الايمان في غاية الكمال وما فيش مشكلة قالوا له لا الامبراطور هو اللي داعي ليه لمجمع نصور لب النداء وخد بعضه جري رايح هو فرحان وهو في الطريق جدف على الست العدرة جدف على مين على العدرة يعد فاكرين اريوس حصل له ايه لما السلطة الزمنية فرضته على الكنيسة جراله ايه عارفين ولا مش عارفين احتاج يدخل الحمام واحشاء كلها خرجت منه ومات فنصور وهو في الطريق وراكب على الدبة وماشي اتكلم مع الست العدرة باسلوب لا يريق فوقع من على الدبة لسانه اللي طلف وزبيط قطع ودوت ومات الاباء الاساء فبدأوا يتوافدوا كان المكان متحدد له نقية وكانوا مختارين نقية على صيد بقى مجمع نقية المحترم الاولان فالكل رايح البابا دي سكورس بمجرد ما وصل اسيا الصغرى عرف اخبار كتيرة ما كانتش واضحة عرف ان كل اللي حكم عليهم المجمع المسكوني سودوريتوس وهيبة واسابيوس لو ان رفع الحرم عنهم وقبلهم في الشركة وطمس لو ان بقت منتشرة في كل مكان ان كانت بقى كان هو ده ايمان الايه الكنيسة اول لما وقعت قدام البابا دي سكورس هو والاسقف اللي معاه حرموا لاون حكموا بالحرم على مين على لاون دي اول حاجة ايه عملها عملها وصلوا كان في تكتيك في التعامل مع بابا الاسكندرية بالذات كان له ايه تكتيك خاص قال ياريت نخلص الموضوع قبل المجمع ونتجنب الدخول في مناقشات لهوتية فلما وصل استقبل بحفاوة والامبراطور والامبراطورة عملوا وليمة لاستقبال بعض الاباء تمانية من الاباء خمسة ارثوزوكس وتلاتة من المحرومين فاول لما دخل البابا دي سكورس وشاف الوضع كده فهم الايه الدنيا ماشية ازاي وقف واحد من الاسقف المحرومين وقعد يمدح في الملك والملك يحبنا كلنا ويحب الرعية وهي يعني ايه مفروض نسمع كلامه يعني لان كان بيوغير صدر الامبراطور والامبراطورة ان دي سكورس بيهيج عليكم مش معترف بالامبراطور ولا بالامبراطورة مش معترف دي كم اصل نوع من التهيك معني ما حصلش فرد البابا دي سكورس قال ونحن ايضا نحب الامبراطور الامبراطور فجي بقى يدخلوا في الجد ان عايزين الكنيسة تبقى واحدة فعايزين ايه الطوم ازا هي الكل يوطع عليها فالبابا دي سكورس بكل الشجاعة قال جلالة الامبراطور الله اعطاه الحكم ويديه الصحة والعمر الطويل ويحكم لكن الامور الكنيسة وما يخص الايمان الكنيسة او الاباء او المجمع هو اللي يحكم ايه فيه مين اتغاز من الرد بلخاريا وتصرفت بطريقة لا طليق ده اسلوب تقعو بالامبراطور ويبدو انها ايه تطولت باليد كمان قلت له خليك افتكر كويس كان فيه واحد زيك كده ايام امي افدوكسية وكان دماغه نشفة زيك وانت عارف اين اللي جراله كانت تقصد مين القديس يحن زهبي الفم اما اتنفى ويف قدام الامبراطورة فنفوه ومات في المنفى فرد فرد عليها البابا ديس كورس قال لها وانت ايضا تذكري ماذا حدث لها وانها لم تجد راحة وتعبت ومردت ولم ترتاح الا بعد ما راحت عند قبره وقدمت التوبة اصبح لما فر في المواجهة في المجمع فحطوا خطة ان في المجمع مش هنفتح اي موضوع يخص الايمان هنتكلم معاه في الاجراءات لان لو فتحوا موضوع الايمان واللهوت والحاجات دي عارفين ان حجت ابقنا قوية ولهم ثقلهم وتأسرهم على الاخرين فبيتجنبوا الحاجات دي وقالوا نمشي في الاجراءات راح المجمع والاول مرة في مندبين للامبراطور مدنيين كانوا يقودوا المجمع من ناحية النظامية 18 واحد من كبار رجال الدولة والقضاء يتقدمهم ويرقصهم واحد اسمه اناطليوس كان الصديق الحميم لمين لسي ادوريتوس كان عمل معه صحبية من زمان اجتمعوا وفي مكان المكان الفخم الكبير من دوب لاو اعدوهم فيه هم واناطليوس بترك القسطنطنية وخلوا مكان البابا ديسكورس واخرين الناحية التانية فرايح يقعد مكانه اللي هو حطوه في مكان اقل شوية من مندوبي روبا وازبي مندوبي لاو هاجو ومااجو قالوا لا يجلس قطاع دي ولكن يأتي للمجمع كمتهم القدار رغم انهم كانوا منحزين ومتوصيين الا ان الامر كان فج قوي قالوا لهم هو لسه بحكم عليه بحاجة عشان تحكم منتو عليه يجلس يعني اما يتناقش الاول ويتحكم عليه اما يجلس في مجلس القضاء يعني قالوا معانا توصية وامر من لون انه اذا دخل وبقعدوا في المجمع سننسحب منه المهم البابا دي بكل تواضع قالوا خلاص انا كمتهم جابوا له كورس في النص وقعد وش معنى هو اللي وحده كان برضو في خطة ان يعزلوا عن البقيين اللي هم كانوا مسكين مجمع افاسوس لان ذوك هم ضمنوهم فمش فمش عايزين يحكموا عليهم يحكموا على ده ايه بس جلس قال لهم نعم هم اتفقوا ياخدوا يدوا معا في الايه في الاجراءات ما يتكلموش في الايمان قالوا له ازاي تتجرع وتعقد مجمعا بدون اذن اسقف روما حاجة عجيبة قوي قال لهم ومن امتى المجامع بتنعقد بازن اسقف روما مجمع نقية انعقد بقرار من الامبراطور قصانتين مجمع القصانتينية بدعوة من الامبراطور سؤدوسيس الكبير مجمع افاسوس الاول المسكون انعقد بدعوة من سؤدوسيس الصغير مجمع افاسوس 449 انعقد بدعوة من الامبراطور سؤدوسيس الصغير وامبراطور الغرب ايضا فالمجامع لطوع قد بامره باذن اسقف روما بالاضافة لان اسقف روما نفسه كان لما اندوبين موجودين في المجمع اول اتهام طلع على فاشوش في شينك يعني اه يعني ايه فاشوش هتخلونا نبحث عنها بعد كده في المعجم فاشوش اتهم اتهم اخر ازاي اتحال الاطاخي وهو مهرتك اللهم انا لأ احاب انسان وطاخي اعترف وقدم اعتراف ايمان ارسوزوكسي سليم لكن هو بيقول غير كده قال لهم الكتاب بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان اللي قالوا في المجمع واللي كتب واللي قدموا ايمان سليم ومبعدين مش انا بس اللي حللته ده المجمع كل حلو لا هو يقول غير كده قال لهم انا لأ احاب احدا ده لو كان قال غير كده مش يستحق الحرب بل يستحق نار جهنم ايضا او الحرق ايضا يعني لان ما ينسب لقطاخي لا نقبله بس ما ثبتش انه قال ايه كده وبعدين الامبراطور نفسه عمل لجنة تحقيق ثبت التزوير ولما جي مجمع افاسوس قدم اعتراف ايمان سليم طيب تهمة اخر ازاي تحرم فليبيانوس واوسابيوس مخالفا للقوانين قال لهم انا اولا اسابيوس وما ديتش فرصة لاسابيوس يدفع الناس قال لهم اسابيوس ما حضرش بامر من الامبراطور مش مني وفليبيانوس لانه اقرب الطبعتين المهم يا ولاد يعني مش هقدر ادخل معاكم في تفاصيل المجمع كله فنت كل الحاجات اللي بتعتمد على ايه الاجراءات حتى بيقولوله ازاي تحال الفلان وغيره وهو محروم من مجمع مكاني واللي حل مجمع مسكوني فوج وهو موجود ان مين دخل المجمع سؤدوريتس وهيبة لدرجة لما سؤدوريتس دخل كل الاسقفة الارثوزوكس ولا سيام المصريين قالوا اخرجوا هذا لو ده دخل كأنكم بتطردوا كيرلوس لان ده سب واهان القديس كيرلوس فقال لهم انتو باي حق دخلتوهم وهم محرومين بقرار مجمع مسكوني وفي وفي لبيانوس كذلك وبعدين نتكلم في الايمان قالوا له لا نخلص الاجراءات الاول مش عايزين يتكلموا فين سواء ايه او طاخي قال ايه او في لبيانوس قال ايه نتكلم فيما يخص الايمان قالوا لهم من خلص الحاجات دي الاول طيب انتو بتحذبوني بتقوليولي مثلا حكمت على في لبيانوس او قبلت اطاخي طيب هون اش معنى بتحكموني انا هو المجمع كان كان واحد كان فيه تلات رؤساء والمجمع مية وتلاتين معظمهم موجودين دلوقتي اش معنى انا اللي ايه بتحكموني ففي بعض الاشخاص اللي هم كانوا خضعوا ليهم قالوا اتغسب علينا اتغسب ايه جاب لنا ورق ابيض وقعنا على بياد بطريقة مهينة ليهم هم قالوا كده ومين دمهم فار وانفعلوا الاسقف المصريين اللي مع البابا ديسكورس قالوا قالوا لهم نعم اتغسب عليكم فيما يخص الايمان جندي المسيح لا يهاب الموت اوقدوا النيران لنريكم كيف يكون الاستشاد قالوا اخطأ انه ونطلب الغفران اخطأ انه ونطلب الغفران المهم ما بقاش فيه فرصة تاني غير كل الحجج اللي هي اجرائية اتفندت فيش غير مفر الدخول فيما يخص الايه الايمان طيب اخينا لو بيقول طبعتين وانت بتقول طبعة اللهم انا معايا كتبات الاباء كيرول اساناسيوس وغرغوريوس وكيرولوس وخلي بالكو اساناسيس ومين وغرغوريوس وكيرولوس عشان لما تلاقوا اي كتابات منصوبة للاباء دي فيها ايمان بالطبعتين تبقى تخلي بالكو البابا دي اسكوروس في المجمع الايه معايا كتابات اساناسيوس وغرغوريوس وكيرولوس اذا ما كنتوش قابلنهم ارفضوني مع الاباء فما كانوش جايبين سيرة البنود الاثناشر خالص تجاهلوا البنود الاثناشر حتى اللي افتتاحية بتاعة مجمع خلق دنيا اللي هي الخطاب الملكي قال ان احنا بنجتمع في ضوء ما تسلمنا من الاباء الرسل ومجمع نقيا ورسالة لاون ما جابوش سيرة مجمع افاسوس ولا القديس كرولوس ولا البنود الاثناشر خالص وكأن رسالة لاون ديت لها صيغة صفة قانونية كنسية في حين ان كتابات القديس كرولوس ولا سيام الرسالة اللي تحوي البيود الاثناشر لها صفة قانونية لان خدت شرعيتها وقانونيتها من مجمع افاسوس فقال لهم انا معايا الاباء دول وصدر لهم مين مين اكتر واحد يتكلم في الموضوع ده البابا كرولوس ولسيام فين في البنود الاثناشر فلما اتزنقوا ما بقاش في مفر قالوا خلاص ترفع الجلسة وتعقد بعد خمسة ايام تعطى فيها الفرصة لمقارنة الطومس بتعلون في دوق البنود الاثناشر للقديس للقديس كرولوس بعد ما الجلسة انتهت حطوا حطوا الوابا ديس كرولوس في مكان عليه حراسة وهم اتفقوا ان الجلسة هتعقد بعد كم يوم خمس ايام راح هجوم بعد ثلاث ايام المجموعة بتاعة العصابة المتفقين مع بعض في غياب الاسقف الارثزوكس وفي غياب القضاء المدنيين الطمنتاشر اللي هم اصلا منحزين بس عندهم نوع من الضمير الى حد ما وراحوا يستدعوا البابا ديس كوروس لحضور جلسة تعال عشان تحضر جلسة جي يخرج الحراس منعون قال لهم طب قولوا لدول يسمحوا لي اخرج قالوا له مش مسئوليتنا احنا المهمة اللي مكلفين بيها ان احنا نستدعيك من نجع بدول يجي يخرج لا ما تخرجش فما رحش جولوا مرة تاني بعد كده فكان البعض وصل للبابا ديس كوروس قالوا له خلي بالك الاسقفة مش كلهم موجودين ولا السيامة الاورسزوكس ولا القضاء المدنيين فلما جولوا يستدعوه قالوهم احضر في حضور مين الجميع قالوهم الشغلك قالوا خلاص ما رحش في غياب الايه البقيين فدعوه المرة التانية ما رحش والتالت ما رحش ففي جلسة خاصة لم يعلم بها الاخرون حكموا عليه بالحرم والعزل والسبب لانه دعية ثلاث مرات ولم يأتي جم بعد خمس سيام القضاء وبقية الاعضاء يحضروا وفجع القضاء ان فيه جلسة انعقدت واتحكم فيها بالحرم على القديس ديوسكورس لدرجة ان القضاء المدنيين نفسهم قالوا دم ديوسكورس يطلب منكم نحن ابرياء من دمه شوفوا رغم ان هم جايين منحازين بعد ما خلصوا من البابا ديوسكورس بدأوا بقى يقر طمس لو لون وعملوا تحديد اضافة لطمس والتحديد للامان خلوا الاسقف يكتمعوا ويكتبوا تحديد فاتعمل التحديد الاول كان بقيادة اناطوليوس اصقف القسطنطنية اتعمل بصيغة ارسوزوكسية فرفد من مندوب لون قال دا يتعارض مع طمس لون فعدلوه خلوه مطابق لطمس ايه لون وبعد كده بدأوا يقسموا الغنايم بقى اللي تأمروا مع بعض طبعا اصقف القسطنطنية هودهم وخد يعني ايه كان ليه دور فصدر قانون تمانية وعشرين ان كرسي القسطنطنية يعتبر روما الجديدة ولو المكان العظمى بين الكراسي بعد روما مباشرة يوبيناليوس اصقف ارشاليم اللي كان مع البابا دي اسكوروس ياخد مش عارف ايه زيادة بدأ يعني زي غنيمة بقى والمكافئات لدرجة بدأهم يختلفوا عارف ما شافهم شو هم بيزرقوا لدرجة لون نفسه كان معطرد على القانون بتاع تمانية وعشرين وقعدت روما لتعترف بالمجمع ده وتفترة عشان القانون ده بالذات وكان اسوأ فترة زمنية في تاريخ البشرية وفي تاريخ المسيحية مجمع شؤم لا تقره كنيستنا لانه مجمع للهراتقة مين اللي كان رئيس المجمع بالفعل سؤدوريتوس لانه لما كانوا يختلفوا على حاجة في الإيمان في التفسير كان مين اللي هو في يفسر سؤدوريتوس فمما صغوه في الإيمان أقروا أن السيد المسيح له طبيعتين وفعلين ومشئتين كل طبيعة تفعل ما يخصها طبيعة متلقلئة بالمعجزات وطبيعة قابلة للإهانات فقالوا أنه أقنوم واحد في طبعتين وإف سؤدوريتوس يفسر قال إحنا بنقول أقنوم واحد في طبعتين بس بنقصد بالأقنوم البروسوب فأقنوم واحد في طبعتين ومشئتين طب هو نصور كان بيقول إيه مين فاكر اللي يقول هتدي له مكافأة في الآخر أنا مش هقول الفكر اللي كان بيفكر على أساسه إيه واللي عايز يقول يرفع عيده أما أشوف مين اللي رفع عيده الأول طب قول نعم لا وعلي صوتك نصور قال إيه هم بيقول أخل القدوني قال أقنوم واحد طبعتين ومشئتين لكن نصور كان بيقولها بطريقة تانية طيب تقول حاجة جديدة لا يعني أنا عايز التركيبة نفسها طيب هقول إن كنت شكلك كده السحنة تقول إنكم مش هتقول يعني طيب اللي واثق من نفسه يقول بس اللي هيقول غلط هيبقى فيه حساب عشان ما نضيعش وقت هيقول صح يدينه مكافئة لو قال غلط هيتخصب منه درجة عشان ما نضيعش وقت يحدى عام ما لا تعمل كده يعني خلاص مش هسمعك وهقول لكم عشان نخلص الوقت يعني نصطور كان يقول السيد المسيح برصوب واحد البرصوب اللي هو الشكل الخارجي أو الشخصية الاعتبارية أو القانونية يعني برصوب واحد وطبعتين وأقنمين برصوب واحد وطبعتين وأقنمين مين اللي بيقول كده في خلق دنيا قالوا أقنم واحد وطبعتين وفعلين ومشئتين ووقف سوقدوريتوس يفسر ويشرح ما هو كان له الرئاسة بقى للمجمع هو المرجعية بتاع المجمع قال نقصد بالأقنم الواحد البرصوب يبقى برصوب خلينا بقى نمشي نحطهم قصد بعض بدل الأقنم نحط برصوب طالما اللي يقصدوا البرصوب مش كده يبقى نصور قال ايه برصوب خلق دنيا قالوا برصوب نصور قال طبعتين خلق دنيا قالوا ايه نصور قال الأقنمين خلق دنيا قالوا فعلين ومشئتين وهنا السؤال بقى الفعل والمشيئة من السفات الطبيعية ولا الأقنمية الأقنمية صح يعني ممكن نشيلهم طالما هم مسنة فعلين ومشئتين يبقى قول ايه أقنمين يبقى ارجع تاني للمعادلة نصور قال برصوب خلق دنيا قالوا أقنم مقصود بالبرصوب يبقى هو برصوب نصور قال طبعتين خلق دنيا قالوا طبعتين نصور قال أقنمين خلق دنيا قالوا فعلين ومشئتين اللي هم الايه يعني نفس الفكر ونفس الإيمان ولكن في سياغة فيها تلاعب مين اللي قاد مجمع خلق دنيا سؤدوريتس المحروم هيبا المحروم وسبيوس المحروم لاو من خلال من دبي المحروم أيضا من البابا ديس كورس فهو مجمع الهراتقة فلا نعتبر مجمعا شرعيا ليس له صفة شرعية أو قانونية ولكن اعتمد على المؤمرات وانحراف الإيمان وعدم الشرعية لأن الله حكم فيه أصلا محرومين فهو شكلا وموضوعا غير مقبول وكان مصدر شؤ وانقسام للكنيسة كنيسة لما كانت يبقى فيه مشكلة وفيه ناس مختلفين المجمع يعمل ايه يوحد لكن ده مجمع انصرف فيه الضبروه لمصالحهم الشخصية سواء سياسيا أو دينيا ولهوتيا فكل العوامل السيئة دخلت فيه الانحراف اللهوتي فيه يعني ما هوش خلاف سياسي بس لا اللهوتي اولا ما يهمونه هو اللهوتي انحراف اللهوتي موجود فيه السلوكي موجود فيه القانوني انحراف القانوني موجود فيه العامل السياسي موجود فيه فكان اصار وبالا على الكنيسة بعد مجمع خلق دنيا هاجة الدنيا في كل مكان يوبناليوس أسقف أرشاليم اللي هو كان أحد رؤساء مجمع أفاسوس ربعمية تسعة واربعين لما كان رايح يحضر في خلق دنيا جمع الناس اللي هناك الإكليروس وقال لهم لو خالفت الإيمان ما تقبلونيش تاني دو خالفت الإيمان إيه ما تقبلونيش فوصل الخبر لقرشاليم أن يوبناليوس تنازل عن الإيمان الأرثوزوكسي وبالفعل لما جاي يرجع ما قبلهوش واضطر بقى فيه عنف وناس كتير ماتوا في أرشاليم بسبب كده أديرت المشرق والقسطنطنية فيها الطرابات في مصر طبعا حصل مدابح أو لما المصريين عارفوا اللي جار للبابا طبعا هاجوا ماجوا يعني السلطة الزمنية استخدمه العنف بالشديد مع المؤمنين في مصر وعينه واحد دخيل اسمه بوروتوريوس صدر قرار بنفي البابا ديسكوروس راح كذا ما كان المهم راح في الآخر لجزيرة غنغرة أو غغرة كان يرافقه اتنين من تلاميذه وكان معاه الأنبا مكريوس أسقف اتقو وكان رجل قديس كان بسيط في شكله ملبسه ما كانش يعرف يوناني لدرجة لما رجبه السفينة وجايين ما كانوش ما كانوش عايزين يقبلوه البابا ديسكوروس صمم انه ييجي فلما اتحكم على البابا ديسكوروس قال له مش هسيبك أنا هاجي معاك عيش معاك في المنف فلما راحوا الجزيرة البابا ديسكوروس قال له لا ارجع ارجع مصر لان ليك اكليل ينتظرك هناك كان في ذلك الوقت شعب مصر ومدينة الاسكندرية بصفة خاصة مدينة عالمية يملكوا أساطيل بحرية في حض البحر الأبيض المتوسط كان شعب غني جدا فأحد التجار والبحارة المؤمنين عرف مكان البابا ديسكوروس في الجزيرة ده هي تلفوس البحر فرح زاره فبعت معاه الأنبى مكاريس أسقف ايدكم لما جه كان مندوب الامبراطور جايين ومعهم طوموس لاون وكان شرط اللي يوقع عليها هو اللي يعينوه فكانوا اتفعوا على واحد اسبروتيريوس فلما يهم ان يوقع فالأنبى مكاريس قصف ايدكم قال له عشان كده البابا ديسكوروس تنبأ عنك انك يعني ايه هتستولي على كرسية تستولي يعني ايه يغتصب فلما جيها يتردد كده الجنود اتضيقوا من الانبى مكاريس فرقلوا رقلة قوية استشهد فيها وبقى شهيد زي ما تنبأ له البابا ديسكوروس قال له فيه اكليل الشهادة منتظرك ظل البابا ديسكوروس في المنفى يكتب ويرع اولاده بالرسائل لغاية سنة ربعمية وخمسين وبعد ان اكمل جهاده اراحه الله بانتقاله الى السماء شعب الاسكندرية اختاروا اه شخص مقرب ليه وكان مرافق ليه في بعض رحلاته البابا تيموس المساوس ستة وعشرين البابا تيموس بعد رسامته مات الامبراطور وجاء امبراطور اخر اسمه لاون وحب صلح الامور فقال اسأل الاسقف بتوع الكراسي هالرسامة البابا تيموس قانونية ولا لا فمين اللي كان موجود في الوقت ده اسقف روما لاون اسقف القسطنطينية اناطوليوس اللي هو وقع على طومس لاون واسقف ارشاليم اللي هو يبناليو فكلهم يعني مصالحهم مش متفقة معا فالمهم اتنافل بابا تيموس قعد في المنفى سنوات لكن كتب كثيرا كتب تفنيد ضد مجمع خلق دونيا وكان له دور كبير اوي طبعا اللي بقوله الكوداد ملخص شديد جدا التفاصيل كلها ممكن تلاقوها في الكرصات يعني احنا الغاي دلوقتي خدنا خمس كرصات فيهم حوالي خمسة وثلاثين محاضرة كل محاضرة ساعتين خمسة وثلاثين ففي تفاصيل كتير انا بديكم ايه ملخص البعض يفتكر ان المحاضرة كبيرة لكن ده ملخص الملخص الملخص يهمنا في عصر البابا تموساوس ان جي في الاخر فيه امبراطور جي اسمه باسيليسكوس بعد سنوات طويلة بيه في المنفى رده بقرامة وبعدين استقبله في الاصر الامبراطوري والامبراطور كان مقتنع تماما بايمان الكنيسة الارثوزوكسية وخصوصا كان الشرق كله متعلق بالايمان الارثوزوكسي لسه فعمل منصور للاتحاد وعمل مجمع المنصور ده تكتب فيه حرم المجمع خلق دونيا وطومس لون والاقرار بالبنود الاثناشر للبابا كيرولوس والاقرار بمجمع افاسوس روامية تسعة واربعين استمرت الكنيسة ده كان منصور قوي جدا وقع عليه اكتر من سبعمائة اسقف وبعدين عمل مجمع في افاسوس اجتمع فيه اكتر من خمسمائة اسقف وقعوا على نفس الايه يعني الكنيسة كانت تتردد تماما كله وقع وكله اتحد بقى الكنيسة كلها واحدة فيما عدا روما فيما عدا كرسي ايه جيه وقت العالم كله اتوحد معدا روما جيه بعد باسيليسكوس الامبراطور زينون هو عمل مرسوم شبيه بمنشور باسيليسكوس اسمه منشور الهينوتيقون او الاتحاد شبيه جدا بالعمل البابا تموساوس لكن الهينوتيقون ده كان ايام البابا بطرس جيه بعد زينون امبراطور اسمه انستاسيوس كان اطقى وافضل الاباطرة اللجوم فعهده كل المسيحيين في العالم رجعوا للارثوزوكسية فيما عدا روما برضو هم اللي ما رجعوش وفي عهده اترسم القديس ساويرس الانطاقي سنة خمسمية واثناشر فضل عايش على يعني القديس ساويرس في الفطرة اللي جي فيها انستاسيوس زود لغاية سنة خمسمية وطمنتاشر ورحل الامبراطور انستاسيوس جي بعد وعيلة اخرى يستين وابن اخوه او ابن اخته يستين يانوس ودول كانوا لهم اطماع سياسية ومصالح معروما اطماع سياسية ومصالح مع ايه معروما فعايزين يوحدوا الكل بطريقة الكل يقبلها فيوس يانوس ادرق ان الشرق هنا مش هيتنازل عن تعليم البابا كيرلوس وان الغرب مش هيتنازل عن مجمع خلق دنيا وطومس لاون فيعمل ايه حب يعمل توليفة خلي بالكم الحاجات اللي بقى للكو دي خلاصة ملخص لكن لها شرح كبير اوي في تفاصيل بس لو فهمتوها هيبقى فهمين الدنيا كلها ماشية ازاي يعني فبدأ في عهد جسينيانس يحاولوا يعيدوا الشرح التعريفات المصطلحات والالفاظ اللي بيها يوفقوا كتابات البابا كيرلوس مع خلق دنيا يعني يفسروا كتابات البابا كيرلوس مع ايه خلق دنيا اول حاجة ان رجعوا للادعاء الخاص بمصالحة ربعمائة تلاتة وتلاتين دي بتاعة القديس كيرلوس ده هو قال كده فلما يقولك قال كده فالناس اه ده قال كده يبقى خلاص هو كده وبدأوا يجيبوا المصطلحات ويعيدوا تعرفها ايه معنى الطبيعة ايه معنى الاكنوم ايه معنى البروسوبن مش كده وبس ايه المقصود بالاتحاد الطبيعي ايه المقصود بالاتحاد الاكنومي كل التعبيرات اللي قالها البابا كيرلوس وشرحها يجيبوها كده لفظا هي هي بس تبدأ تتشرح بطريقة تتوافق مع خلق حتى التعبير الشهير للبابا كيرلوس اللي هي مية فيسس تسيقه لغو سيصار كمين او مية فيسس تسيقه لغو سيصار كمين يعني طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة او طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد يفسروها ازاي طب هو كده هم بيقولوها برضو دلوقتي على فكرة الخلق وضنين يقولوا طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة بحس اللي اسمعهم قال لا طب ما احنا زي بعض هو لكن يجوا في التفسير يحولوها لطبعتين ازاي يشرحوها بطريقتين اول حاجة يقولوا ان القديس كورولوس استخدم الطبيعة والاكنوم كمتراضفات ممكن يقصد بالطبيعة الاكنوم او الاكنوم الايه الطبيعة فلما نقول طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسدة فاحنا بنقول كده طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسدة يعني اكنوم واحد واحنا بنقول ان السيد المسيح اكنوم في طبيعتين فاحنا بنقول باكنوم واحد برضو بس الوقنوم عندهم بيقصدوا بيه البروسوب يفسروها بطريقة تانية ايه هي قالوا هو مش بيقول مية فيسستسيئولغو يعني طبيعة واحدة لله الكلمة ادي هي دي الطبيعة اللهوتية متجسدة تشير للطبيعة النسوتية يبقى طبيعة واحدة لله الكلمة متجسدة يبقى كده البابا كرولوس قال ايه شوفوا التفسيرات تيجي ازاي طب الاتحاد الطبيعي والاتحاد الاكنومي اتحاد الطبيعي هنقول طبيعة من طبيعتين اتحاد الاكنوم نقول اكنوم من اكنومين طب هم يفسرون ازاي يدمجوهم مع بعض الاتحاد الطبيعي والاتحاد الاكنومي حاجة واحدة يعني اكنوم الكلمة اتحد بالطبيعة البشرية واصبح اقنوم في طبيعتين فكل الحاجات ده هي نشأت في عصر بصفة خاصة جسين يانوس مين اللي تصدى ليها بقى ما كانش بقى البابا دي يذكره اسم موجود ولا البابا دي مساوس مين اللي تصدى للتحوير والتأويل بتاع المصطلحات والتعبيرات ده هي القديس ساويرس الأنطاق في واحد اسمه يوحن النحوي عمل كتاب كده يلعب فيه بالحاجات ده هي ترد عليه القديس ساويرس في مجلد من ثلاث أجزاء قبار كده كنت راجون جراماتيكم جاب الكتابات والتعريفات كلها وفندها في واحد تاني جابوا بعض أقوال القديس كورولوس ويفصروها بتفسير مختلف فراح القديس ساويرس كتب كتاب اسمه فيلاليسس يعني محب الحقيقة حوالي 244 قول على ما أتذكر مقتبسينها من البابا كورولوس القديس ساويرس حدد التفسير وأثبت التزوير اللي هم تلعبوا فيه في حاجات البابا كورولوس وبدأوا من ساعتها يخترعوا حاجات جديدة انتو لما بتسمعوا دلوقتي بتعنيوا باتريستك والحاجات ده هيت اللي بيعملوا حاجات جديدة الحاجات دي مش جديدة ده لها أصول قديمة بس اللي بيدرسها حديثة يتهيقلوا ان الحاجات دي ايه جديدة لكن اللي مش عارفين ان هي بدأت الابتقار حاجة اللي سموها التأقنم نظرية التأقنم الحاجات دي هتلقوها في الكورسات مش هقولها لكم دلوقتي لو قلتها لكم مش هتفهموها ومش هتستوعبوا لان ما تقدروا شاخدوا كل حاجة في مهاضرة واحدة ابتكروا نظريات فالحكاية ما بقيتش الطبيعة والطبيعتين وبس لا طبيعة والطبيعتين والاتحاد طبيعي الاتحاد أقنومي المعاني المصطلحات وأمور أخرى كثيرة عشان كده القديس سويرس أصبح له مكانة كبيرة قوي في كنستنا القديس سويرس هو تلميز للبابا قيرلوس والبابا ديوسكوروس والبابا أساناسيوس وجبعة ديهم بسنين طويلة ورغم كل هذا لما بنجي نذكره في الأداس بنحطه بعد ماري مرقص مباشرة سواء في تحليل الخدام سواء في المجمع الأداس بعد بنقول من فهم ماري مرقص الرسول والباترياركو القديس سويرس ومعلمنا ديوسكوروس والقديس أصاناسيوس الرسول نقول بقى باية الأباء طب ليه رغم أنه هو تلمزهم بنقوله قابليهم عشان الكنيسة بتلفت انتباهنا لو حد جاب أقوال وقعد يفسر يقولك القديس كورولوس قال كده البابا أصاناسيوس قال كده ما قبلش تفسير الأباء دول غير من مين من القديس سويرس أستلم أقوالهم وتفسيرهم وتعرفتهم من مين من القديس سويرس شفتوا بقى حكمة الكنيسة اللي هتقدمهم ليه يعني ده المصدر اللي هناخد منه أباءنا اللي قابله لأن حصل تحوير وتأويل وتزوير وكل كلمة أعنيها تحوير وتأويل وتزوير آه في حاجة نسيت أقولها لكم في سؤال فكرني عشان كده قلت لكم الأسئلة مهمة في سؤال بيقول من قائل لو قطعت يدي وسالة دمي على القرطس ما وقعت أنا شوفوا في حاجات فعلا سقطت مني وأنا بقول لكم في حاجات بتوعى مني البابا ديس كوروس لما دخل المجمع وبص حواليه لقى حتى اللي كانوا معاه خافوا وتراجعوا وبقى مضطر هو يقف ويواجه لوحده فقال تعبير قال إني مضطر أن أكون جسورا لأن الأمر يتعلق بخلاص نفسي قال إني مضطر أن أكون جسورا لأن الأمر يتعلق بخلاص نفسي لما عرضوا عليه وقع عرضوا عليه مرتين مرة قبل المجمع ومرة بعد ما اتحكم عليه ادو له فرصة أخيرة راحوا قالوا له أدي قرارات المجمع أهيه وطمس لو نهوم لو وقعت يعني يبقى ما فيش إيه حاجة فهو خد اللي في الآخر دي وقع بالحرم خلي بالكم بقى من يقولوا ده راح كتب حرم على كل من يؤمن بتحديدات خلق دونيا عشان كده خلق دونيا دي علاها حرمات وقع بالحرم على كل من يؤمن بمجمع خلق دونيا ولما عرضوا عليه قبل كده ويجوز المرة دي برضو قال القول ده قال ولو قطعت يدي وسالت دم منها على القرطاص ما وقعت القرطاص يعني الورق يعني ولو قطعت يدي وسالت دم منها على القرطاص ما وقعت فسألة قويسة بتفكرني وبتكمل يعني بقى كده خدتوها برضو ديت السنة دي في حاجات قلتها لكم ما قلتهاش قبل كده ويجوز في حاجات قلتها قبل كده ما قلتهاش السنة دي أنا بقول بارتجل فمش بقى بقول بالمصارة انتو ملتزمين بالامتحان في اللي أنا بقوله ايه في السنة دي والسنين اللي فاتت لانه ممكن تسمعوا كله ممكن تسمعوا ايه كله بس السنة دي لازم تسمعوا وتذكروا اللي قلته هيجي منه طبعا في الامتحان واكيد في بعضكم شاطر قبل ما بيجي بيقرأ او بيذاكر يسمع اللي قبل كده فانتو طالما قدامكم الفرصة انكم تسمعوا اللي تقال قبل كده والنهار ده هيبقى مطالبين بقى اكتر اللي قبليكم بيطالبوا بالمتاح ليهم انتو قتاح لكم اكتر وبالتالي هتتسئلوا ايه اكتر عشان تبقوا عارفين بس يعني نعم ماشي عمون هنكتفي بكده عشان ما نطولش عليكم واذا كان فيه اي اسئلة بعتوها لماذا حدست كل هذه الانقسامات رغم ان تسليم الاباء الرسل واحد بسبب الحرية ربنا ادانا لايه الحرية ففي ناس الاطقياء بيلتزموا بالتعليم والتسليم وفي ناس بيبقوا يعني ايه ما بيش طقوة فما بيلتزموش اختيت حالين يا سيدنا في المحاضرة السابق انا يفتك شرحت لنا السيد له المسيح له طبيعة واحدة من طبعتين وثلاثة قانين لا انا ما قلتش كده انا قلت السيد المسيح لا السيد المسيح له طبيعة واحدة من طبعتين واقنوم واحد من اقنومين لكن السلوس القدوس الله له طبيعة واحدة وثلاث أقانيم ماذا فعلت بوليخاريا ليعطبها أخيها الامبراطور مش أقول لكم يعني تغيبين سيرة الناس حتى اللي انتقلوا ما نحبش نجيب سيرتهم يكفي أنه قلنا يعني حاجة مش كويسة وخلاص ربنا قال إن كان أحد يولد من الماء وروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله معنى كده معنى كده لن ربنا قاله هو اللي هيتم هل هذا الانشقاق مازال قائم صاحب هذا السؤال أشك إنه هينجح السنة دي طب عايزة أسألكوا سؤال الموضوع اللي قلنا النهاردة صعب ولا سهل لا بغض النظر عن الأسماء سهل ولا صعب فهمتوه اللي يقول سهل يرفع عيده اللي يقول صعب يرفع عيده عشان كده بنحط شروط للي يدخل أعداد خدام لماذا التجديف عن روح القدس ليغفر مع أنه الذي يخرج من المسيحية ويعود تغفر له ما هو لو خرج وعاد يبقى ما استمرش في التجديف يبقى ما جدفش يعني لكن التجديف هو عدم يعني إيه الاستجابة على طول حد بيقول لأسس منهج عيدات خدام الأنبى إبراهام ممكن يفتك تقولين علاقتك بيه كانت عاملة إزاي الحقيقة كان أقوى منهج أول لما جيت جمعت المناهج كلها اللي بتدرس في الأبرشيات الأخرى كلها مناهج كويسة لكن لقيت بيغلب عليها الجراسات الإنسانية والتنمية البشرية لكن العلوم اللاهوتية والكتابية مش قوية فاهتميت إن نقوي دوت استأذنت سيدنا الأنبى إبراهام إن نعيد طبع الكتاب بتاعه فطلب مني قال لي إنه محتاج مراجعة وتنقيح علشان بقاله كتير فطلب مني إن أبدي اقتراحات قال لي ممكن يدرس عندكو بس بشرط تدرسه بنفسك قال لي بشرط تدرسه إيه بنفسك عشان إذا كان فيه حاجات نحب نزودها نقلل أو كده يعني علاقتك بيه كانت عاملة إزاي مرة تاني ممكن نقولكو عشان الوقت طيب هنرجع بعض الأسئلة ممكن ندي فرصة لإجابتها في مرة تاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر